السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسلام فيكم على قناة وي سمارت طبق التركيب تويا سمارت أكسس كونترول على مدخل العمارة من الكاراج والنتائج كانت ممتازة رح نجربها الآن ورح نضيف على هذا النظام شلي أد أون بلس عشان يعطينا حالة الباب هل هو مفتوح أو مغلق ونستفيد منه بأوتوميشن خلينا في البداية نجرب الأكسس كونترول في تطبيق عملي لاحظوا معي تجاوب البصمة السريع وقفل الباب في الوقت المناسب خلينا نشوف الآن ألية عمل القفل اللي شرحناه أيضا في الفيديو السابق اللي رابطه رح يكون موجود في الأسفل من الداخل لاحظوا معي دقة القفل في الإغلاق في الوقت المناسب طبعا طريقة التركيب كانت عملية سهلة جدا رغم أنه الباب مش مؤسس أنه يركب عليه قفل من السابق فقط أخذت سلك حامي وبارد 220 فولت من الكبس الموجودة على اليمين طلعت في السلكين هدولة إلى العلب الموجودة في الأعلى حطت فيها محول 12 فولت أخذت سلكين من المحول هذا ورحت فيهم على القفل من القفل انزلت إلى الكبسة صارت هالكبسة بمجرد ما أضغط عليها بفتح القفل في الخارج عمل ثقب في الحائط لتمرير سلك الأكسس كونترول إلى موقع الكبسة ومن هناك وزعت الأسلاك حسب الفيديو اللي شرحت لكم إياه في السابق اللي رابطه رح يكون موجود في الأسفل الآن خلينا نروح على تركيب شلي آد أون بلس على هذا النظام رح نضيف الشيلي آد أون بلس على الشيلي ريبيتر اللي ركبناها في فيديو سابق واللي هي عملت لي ريبيت للإنترنت في الكاراج شرحناها بشكل مفصل مع طريقة التركيب رح نضيف عليها الشيلي آد أون بلس أنا جهز سلك بشكل مسبق من هذا الموقع إلى القفل الشيلي آد أون بلس بيها مدخل ديجيتال هذا المدخل بإمكاننا نركب عليه دور سنسور أو سويتش أو أي سنسور من سناسر الأردوينو اللي فيها ديجيتال أووتوت نستخدم ديجيتلا أووتوت ريجيتا في تركيب دور سنسور الموجود على القفل فقط علي أوصل력 على ديجيتلا أووتوت وت Trick وهيlike من يزيل نتائنا من تركيب على نظام شيلي آد أون بلس بعدها فقط علينا ان نمزل الني بلاس وتركب في مكانها مجبش دقة ممتازة وهذا هو شكلها بعد التركيب وهيكيا نكون انتهيه من التركيب في هذا المكان دعا نت canoeazing again الان. هذا القفل عليه السلكين اللي هم باللون الاصفر والابيض مخصصين انهم يعطونا حالة الباب هل هو مغلق او مفتل يعني باعتبار هم دور سنسور وير. رح نوصلهم على الطرف الثاني من السلكين اللي ركبناهم على الشيلي اد اون واللي هم البرتقالي والاخضر. وهيك بنكون انتهينا من عملية التركيب. في الفيديو السابق انا ما ذكرت لكم وظيفة السلكين الاصفر والابيض الموجودين على القفل. وهي هي وظيفتهم. اجلتم لاني عارف اني رح نركب القفل ورح ندخل بهاي التفاصيل بشكل اعمق. الان علينا تفعيل الشيلي اد اون على الشيلي وان بلس. فقط علينا ندخل على الشيلي قراج ريبيتر اللي اضفناها في السابق. من هناك رح نختار اد اون سنسور ورح نضيف سنسور خارجي. ورح نختار ديجيتال انبوت. ورح نضغط على سيف. بعدها مباشرة رح تعمل الشيلي ريستارت لتفعيل السنسور. والان السنسور جاهز للاستخدام. وكما هو ظاهر امامنا. ديجيتال انبوت اون. اون يعني حالة الباب لما يكون مغلق السنسور بعطي اون. انا بدي اياه يعطي اوف لما يكون الباب مغلق و اون لما يكون الباب مفتوح. فرح اعدل على الاعدادات. رح ندخل على سيتنج. ورح نعمل انفيرت للانبوت. بهاي الحالة رح تنعكس الحالة. رح يصير الوف معناته الباب مغلق. والان معناته الباب مفتوح. ورح اسمي هذا السنسور غراج دور. خلينا نجربه مباشرة. والان لو فتحنا الباب رح نلاحظ سرعة ودقة هذا السنسور كيف بعكس بسرعة على جهاز شيلي وان بلس. لاحظوا معي عند اغلاق الباب كيف السنسور حس حتى بي هزت الباب اثناء الاغلاق وسجلها اونو اوف بشكل سريع. هذا بدل على سرعة ودقة جهاز شيلي في قراءة الحالة. والان رح عمل تجربة تانية من خلال التطبيق ورح افتح الباب واسكره مرتين بشكل سريع. عشان تشوفوا دقة وسرعة هذا السنسور. ودقة الشيلي اد ان بلس. ولو عملنا اوتوميشن بسيط. انه في حال فتح الباب شغل اضاءة الشيلي الموجودة في الكراج. رح تكون الامور رائعة جدا. ولو حبينا نخلي الاوتوميشن اعمق. رح ندخل موشن سنسور على الموضوع. ركبت سن اوف زيكبي موشن سنسور في الكراج. وربطتوا على الايكا ريبيتر. اللي موجود بجانب الشيلي وان بلس. الان رح نجرب الامور بشكل كامل بين الدور سنسور والموشن سنسور. واصبح بامكاني احدد انا داخل على الكراج ولا اطالع من الكراج بوجود الموشن سنسور والدور سنسور. واستخدمت في هذا الامور الهوبيتات طبعا. الان لو كنت طالع انا من داخل العمارة الى الكراج. مجرد بأفتح الباب رح نشتغل معي الاضاءة بسرعة ممتازة جدا. ورح رح يشتغل معي نصف الكراج اليمين. مجرد ما انا طلعت من العمارة. وبمجرد ما اتحرك امام السن اوف زيك بي موشن سنسور رح يشتغل النصف الثاني من الكراج. وفي حال انا كنت داخل من الخارج بالسيارة على الكراج. رح يشتغل عندي الكراج مرة واحدة. اليمين واليسار. من خلال السن اوف زيك بي موشن سنسور. بمجرد ما افتح باب العمارة رح تشتغل عندي اضاءة الدرج. لاني قادم من الخارج. من خلال الشيلي اللي ركبناها في السابق على كبسة الدرج الموجودة امام باب منزلي. واللي رح يظهر مقطع من الفيديو هذا الان عنا على الشاشة. بالنسبة للتحكم في انارة الدرج ايضا تم تركيب شيلي ون. تم تغذيتها بسلك حامي وبارد. وتم اخذ سلكين منها مباشرة للخارج للتحكم بانارة الدرج. لانه الفاز مختلف هون. الشيلي ركبي على فاز. والانارة الدرج موجودة على فاز اخر. فضروري انها تكون شيلي ون. وتم تركيب السلكين هدول على الكبسة الموجودة على الدرج. بنفس الية وطريقة تركيب شيلي ون على قفل الانتركم. من داخل المنزل ركبت اكارادور سنسور وربطته على الشيلي اللي راكبي على اضاءة الدرج. واتمتهم من خلال السمارت تينجز هاي المرة. والنتائج كانت اكتر من رائعة والسرعة ممتازة جدا. اضاءة الدرج بتضوي معي بسرعة رائعة. وعندي انارة المدخل داخل المنزل ترفع اضاءتها الى مية بالمية لما يفتح الباب. ومن خارج الباب في حال كنت طالع الدرج وكانت ضو مطفي معنها هاي الحالة مستحيلة مع الاتمت اللي انا عاملها. رح تشتغل معي الاضاءة لكن مش بالشكل المناسب. والسبب في ذلك ان لو بشغل الاضاءة في هاي الحالة الرينج دور بيل. ورينج دور بيل باعتمد على الكلاود. اما في حال كنت طالع من المصعب. رح يعمل الرينج معي بهاي الحالة بطريقة احسن شوي من السابق. رح يكون اسرع لانه زاوية الرؤية رح تكون افضل بالحساس الحركة الموجود عليه. اما من جهة مدخل العمارة فالاوتومييشن ممتاز جدا. مجرد ما افتح الباب اللي ضاءة طوية بسرعة رائعة. طبعا ركبت عليها زيكبي دور سنسور من اكارا. ويعمل بشكل ممتاز رغم المسافة الكبيرة بين الماقنت والسنسور. واللي بتوصل تقريبا الى 2.5 سنسور. وهذا السنسور باخد الارسال من ستارة زيكبي شرحت على القناة ركبه خلف هذا الشباك اللي ضاوي امامنا. وهذا بتم عن طريق الزيكبي مش اللي شرحناه في فيديوهات عديدة. وهي هي الستارة اللي باخد منها الاشارة. وهذا الاتوميشن كله تم عن طريق الهوبتات. وهذا هو الاتوميشن اللي انا عامله بخصوص هذا الموضوع. لاحظوا معي ان الاتوميشن اللي تم كل ياته تم على جهاز شيلي من عدة انظمة. وعشان هيك انا بحب اجهزة شيلي. ان شاء الله كون اعجبكم هذا الفيديو ما سببت لكم بعض الخربطة بسبب هذا الفيديو. لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.